اشتركوا في القناة جدا جدا وبسيط النهاردة ان شاء الله في خبر كده جديد او في حاجة جديدة ان شاء الله هنعملها في الفترة الجاية ان احنا كمان هنزل التدريبات بالكامل بتاعة الكتاب طبعا احنا خلصناها بس ما نزلناش التدريبات فهينزل الفيديو في تدريبات يونت تين بالكامل بازن الله في اقرب وقت ممكن واليونتات الجاية بقى من اول لحد ما نخلص المنهج هتكون بالنظام اللي هنمشي به في الفيديو بتاع النهاردة تعالوا بقى اما نبدأ ونشوف اول حاجة الكلمات واحدة واحدة مع بعض كده هنتعرف ازاي هنمشي خلال المنهج بتاعنا في الليونتات الجاية اول كلمة كلمة معناها يطور او يحسن يعني ايه يطور او يحسن يعني مثلا هديك مثال سهل خالص لعيب كرة قدم كان لسه صغير كده 17 سنة فكان مستوى مش قد كده مستوى ايه قليل شوية بعد كده ايه اللي حصل بعد كده بدأ ان هو يتطور ويبقى افضل بتاعه وده حصل ايه حصل امبروف حصل امبروف ان هو بدأ يتطور او يتحسن طيب النون دي طبعا فيرب النون بتاعه اسمه ايه اسمه امبروف منت بنزود بس م اي انتي ميموري معناها زاكرة زاكرة بتاعتنا معناها يحفظ معناها يحفظ ان انت بتحفظ مثلا الكلمات معناها مفردات اللغة اللي هي الكلمات المفردات دي اللي هي الكلمات اللي احنا على طول بناخدها هي قدامنا معناها يراجع يراجع ولكن يراجع دروس تمام مهمة جدا دي ده طبعا معناها نتائج الامتحان النتيجة طبعا زي مثلا نتيجة الترم الاول لسه لانتطلع من فترة معناها جدوى المراجعة وده مهم جدا بقى بما اننا جينا عالكلمة دي ان انت لازم تعمل جدوى لنفسك احنا بننزل مثلا التلات المواد بتوعنا بينزلوا على مدهر الاسبوع من السبت الحد يوم الخميس كل مادة بتنزل مرتين ولكن يوم الجمعة هتلاقيه فاضي خالص انت ممكن تعمل بقى كل المواد مثلا تخلي يوم الجمعة ده نص صلاع بكده وبترفها بيها عن نفسك والنص التاني بتراجع الحاجات اللي انت خطع رايم كلمة رايم معناها نشيد او قفية طبعا القفية يعني ايه كلمات شبهة من بعض مثلا مفردات حلويات حاجات زي كده كلها اخيرها آت كده فدي اسمها قفية رايم nervous nervous معناه متوتر او عصبي شخص يعني اعصابه روحه في مناخيره اسمه ايه nervous achieve معناها يحقق او ينجز ده طبعا verb achieve يحقق او ينجز طيب النون بتاعها زي ما قلنا في improve بالضبط برضو achieve achievement بنزود m-e-n-t stick معناها يلصق اللي هو ايه يلزق يعني تلزق مثلا حاجة على حيطه exam امتحان سهلة invent يخترع سهلة invention النون بتاعها اختراع accept ما عدا brain المخ مهم اوي برضو تعرف ايه الفرق ما بين المخ والعقل brain معناه المخ اما mind معناه العقل mind هو الايه العقل nuts معناه مكسرات instead معناه بدلا من ذلك بيجي غالبا وراها of حسب حسب طبعا الحاجة هل هتبقى بدلا من ذلك فقط هتبقى instead او بدلا من مش هنشيل بقى هنشيل الكلمة ذلك دي بدلا من تبقى instead of instead of walking معناه المش او share طبعا verb plus ing بيدينا noun verb plus ing بيدينا noun stretch معناه يتمدد اللي هو بتفرد جسمك جامد facts معناه حقائق diagram معناه رسم توضيحي يعني ايه رسم توضيحي زي مثلا الحاجات اللي بتلاقي ايه بيبقى رسم كده بيقولك مثلا الاقتصاد عمل بيزيد و L هنا وبعدين Z تاني وبعدين L تاني وهكذا المعام ده اسمه رسم توضيحي diagram finally معناه في النهاية او اخيرا او ايه اخيرا clearly معناها بوضوح طبعا اخيرها L e L y طبعا ديت بتكون zarf relax معناه استرخي لو تريح طبعا ده verb verb عادي اخر اي دي لو هنحطه في الماضي او ال b b idea معناه فكرة if possible معناه اذا امكن لو ممكن تقوله واحد ايه لو ممكن ممكن تعملي كذا successful معناه ناجح traditional معناه تاكل اي دي traditional successful recycling معناه اعادة تصنيع او تدوير يعني مثلا بيروحوا بيجيبوا كل الزبالة اللي ترامت في مثلا في مكان معين ويجيبوها يدخلوها المصنع تاني تبقى منتجات مرة تانية recipe معناها وصف الطعام recipe وصف الطعام invite معناها يا دو خد بالك الفرق ما بين invite وما بين invent عشان بيجوا في الاختيارات او في correct كتير يلا بينا نكمل دي الافعال الغير منتظمة اللي لازم لازم مهم جدا الناس اللي متابع معايا ما بتاخدش درس تلتزم بقى بالكلام ده المفروض دلوقتي ايه انت بتعتبرني المستر بتاعك في الدرس فلازم ان تنفذ الكلام اللي انا هقولهه لك تمام؟ عشان في اخر الترم ان شاء الله نكون ايه مع بعض كده فخرين بالدرجة بتاعتك احنا عندنا كل درس بيكون فيه من 3 لخمس افعال دول لازم ان يتحفزوا اول باول ليه؟ لان انت بتحتاج الافعال بتاعت الماضي دي وبتحتاج الافعال بتاعت البيبي في الافعال الغير منتظمة دول حفظ مفيش فيه انفصال يعني ما ينفعش ايه طب يا مستر فعي مهم لنا مفيش تفهيم في دول دول حفظ زي مهم كده بنحفظه تمام؟ طيب عندنا فيل يشعر الماضي بتاعها والبيبي زي بعض نساء البعاء نفسنا بالحاجات دي الاثنين دول زي بعض هنا stick يلزق stick stick الاثنين برضو زي بعض اما choose لأ choose هو واحدة chosen في ان فيه الاخر او زودنا ان على الماضي تمام؟ نحفظهم اول باول هتحس ان الموضوع سهل لكن تخيل بقى لو جيت مثلا كل يونت مثلا عندنا عشر افعال و جينا في الاخر اخدنا المنهج كله الافعال اللي فيه فهنلاقي تسعين فعل كتير كتير جدا ان انت تحفظ تسعين فعل في يوم وليلا قبل الامتحان نكمل كلمة يصفل او كلمات وحكسها الاول يصفل معناها مفيد حاجة مفيدة طيب use less عديم الفائدة يبقى بنشيل الif ul ونحط less ماشي مفيد عديم الفائدة patient معناها صبور لو عايزين ننفي بقى ونقول ان واحد ايه ما بيصبرش خالص هنقول impatient نحط im في الاول remember يتذكر forget ينسى interesting شيك حاجة جميلة حاجة ممتعة boring معناها ممل حاجة مملة polite مؤدب شخص مؤدب لها عكسين العكس السهل خالص اللي هو impolite شخص غير مؤدب وده العكس الصحيح العكس الاولاني اما في كلمة تانية بمعنى غير مؤدب ولكن ايه ده زيادة شوية يعني فيه شخص غير مؤدب وفيه شخص واقح اللي هو يعني ده بقى مستوى فضيع اسمه rude ماشي يبقى عندنا polite لها العكس ده او ده بس الافضل خلينا في ده لان ده ايه رود دي مستوى اعلى شوية اعلى من قلة الادب safe معناها امن unsafe معناها غير امن او dangerous الاتنين واحد dangerous معناها خطير in bid في الفراش مهم نعرف حرف الجار ده at night بالليل revise for يراجع لي مثلا revise for his exam بيراجع للامتحان بتاعه good for خدناها كتير جدا مفيد لي مفيد لي اما good at ماشي good at جيد في جيد في way of طريقة لي جاي وراها المصدر ودي من الحاجات القليلة اللي of بيجي وراها المصدر لان of في الغالب بيجي ورا ing way of هنا والمصدر try not to هنا برضو try to والمصدر حاول ان او حاول ان لا تمام يبقى try not to مثلا try not to play حاول ان انت ما تلعبش او try to study حاول ان انت ايه تذاكر يبقى ممكن نحط نوت او ممكن انشالهم on paper على ورق think of ways to يفكر في طرق لي stay up معناها يصهر تعالوا ما نكمل feel nervous معناها يشهر بالتوتر take a break ياخذ راح حلوة دي مهمة invent reams معناها يخترع او يؤلف كوافي يعني واحد مثلا بيكتب share وبيعمل كافية ما بين بعض الكلمات get enough sleep معناها يحصل على نوم كافي نيجي بقى للحاجات المهمة اوي اوي احنا قولنا take a break مهمة دي بقى في غاية الاهمية وكمان دي مهمة اوي اي حاجة اي درس في do make لازم ان احفظهم كويس جدا do an exam يمتحن do sports يمارس رياضة do well يؤدي بشكل جيد وده عنوان الوحدة اصلا لازم ان تكون عارفوا do exercise يؤدي تمارين مهمة اوي اوي تعرف الفرق ما بينهم make lists يعني يعمل كوايم make diagrams اتفقنا ان diagrams معناها رسم توضيحي يبقى بيجي معها make مش do make a time table بيعمل جدول تمام او يعد جدول يبقى برضو بيجي معها ايه make time table جدول بيجي معها make stay up late طبعا سهلة ديت have 8 hours of sleep ياخذ 8 ساعات نوم برضو الحاجات اللي فيها هاف مهمة achieve the best exam results سهلة give yourself time for سهلة be اللي هو verb to be اللي ممكن يكون am و is و r مثلا be able to المصدر يكون قادر على remember facts يتذكر حقائك برضو كل الكلام ده سهل هو ركز اوي 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 على الفرق ما بين do و make بيقول لك قد بالك من الفرق ما بين الكلمات الاتية improve معناها يطور او يحسن اما prove لوحدها مش العكس بقى واحد يقول لي ده في اي ام لأ هي دي كلمة و دي كلمة تانية خالص ده verb و ده verb ده معناه يطور او يحسن اما ده معناه ايه يثبت بيجي لك في الرياضة مثلا القانون التالي اثبت القانون التالي لو بتاخد ماس هيقول لك ايه prove تمام invent معناه يخترع اما invite يدعو و قلتلكم عليها من شوية في الكلمات achieve يحقق او ينجز اما archive معناها archive archive معناها archive خلي بالك مش archive مش نفس النقط archive archive معناها archive هنا بقى دي مهمة جدا ومن اهم الحاجات في ال unit data او في الدرس الاول والتاني advice بالاس verb بالاس verb اما بالس نصيحة طبعا بتكون feel بيجي وراء الصفة كمان بيقولك ان جت بتعمل نفس الموضوع لكن feel بمعنى يشعر اما جت بمعنى يصبح بيجي وراءهم صفة زي ايه سعيد مبسوط حزين تعبان وعكذا I feel nervous انا بشعر بيه العصبية او I got bored انا ايه اصبحت ان انا ايه اصبحت ان انا اشعر بيه الملل بيقولينا بعد كده make بيجي بعد كده object مفعول بعد كده صفة او فعل في المصدر اما صفة اما فعل في المصدر زي think of ways to فكر في طرق لي make جعل your revision interesting تجعل ايه المراجعة بتاعتك شيقة ادي هنا جاب لنا ايه جاب لنا صفة adjective تمام طيب بما انها جاي بعد طبعا فجاي في المصدر eating too much makes me feel ill الاكل الكتير بيجعلني ادي هنا ميه دماير المفعول في فيديو مهم ليها لو انت مش عارف دماير المفعول دي يعني ايه ممكن تشوفه ودي هنا فعل في المصدر يبقى make وراها object او ضمير مفعول وبعد كده وراها ايه وراها يائما صفة يائما فعل في المصدر بمعنى يعجي على it's بيجي وراها صفة بعد كده to والمصدر it's important او it's a good هنا صفة وهنا صفة بعد كده بص كده to والمصدر to والمصدر طبعا good idea هي على بعضها يعني it's a good idea دي كده كلها على بعضها فكرة جيدة مش هنقول ايه it's a good idea فكرة كويس هنا بيقول لنا بقى ودي مهمة جدا 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 ركز معي عشان هتجيلك كمان في تالتة عدد ان شاء الله a ten minute break المفروض الطبيعي ان انت بتقول ايه ادي عشرة يبقى المفروض هنا minutes لا لا هنا بنقول ايه minute بالمفرد ليه لانها بتعامل معاملة الصفة بتعامل معاملة الصفة ان دي كلها كده كل دي كده صفة لكلمة break تمام خلي بالك من دي عشان هيجيب لك a ten minutes حط لك s كده ten minutes break يقول لك فين الغلطة هتبقى الغلطة ان انت هتشيل minutes هتشيل minutes اللي هي فيها s وتحط minute بس you should take a ten minutes break تلاحظ ان كلمة minute لم يضف اليها s ليه لانها صفة ومعلومة لازم تعرفها دلوقتي لحد يعني طول عمرك اساسا لازم نكون عارفها ان الصفة في اللغة الانجليزية لا تجمع الصفة في الانجليزي ما بتتجمعش يلا نكمل دلوقتي طبعا عندنا تدريب صغير كده على الجزء اللي فات تدريب سهل جدا 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 لو انت مركز بس شوية هتقدر ان انت تجاوبوا بالكامل الفكرة كلها في ايه فكرة كلها القاعدة دي اخر قاعدة واخدنا قاعدة بتاعة feel قاعدة بتاعة its صفة to وبعدين طبعا هستنى بقى إجابتكم في التعليقات دلوقتي نشوف الكتعة القراءة اللي معانا كتعة الريدنج بتاعة lesson 1 how to achieve the best exam results زي توصل لأعلى الدرجات في الامتحان بيقول لنا هنا ايه here is some useful advice to help you revise for your exams in any subject يعني بعض النصائح اللي تقدر ان هي تساعدك في ان انت تراجع لكل المواد بتوك you should always eat healthy food انت لازم دايما تاكل طعام صحي طيب ليه because it's good for the brain لانه جيد لي خدنا بقى good for معناها جيد لي جيد ليه جيد ليه المخ what should you eat if you are hungry طيب تاكل ايه لو انت جعان you shouldn't eat too many sweets ما تاكلش حلويات كتير choose nuts or fruit اختار يا اما المكسرات يا اما الفكهة لان الحاجات دي اصلا بتساعد ان هي تحسن الزاكرة بيقول لنا instead بدلا من ذلك يعني بدلا لما تاكل حلويات تاكل ايه مكسرات او فكهة طيب ليه can improve طيب كلمة لو عندنا خط كده تحت زي زي دي يقول لنا تعود على ايه ركز بقى تبص الجملة اللي قبلها عشان نتضرب على القطعة جملة اللي قبلها ايه الحاجات الجامعة فيها nuts or fruit اللي اتنين دول الحاجات دي اتبت ايه هي الكلمة او ضمير زي بيعود عليها Z can improve your memory تقدر ان هي تحسن او تطور الزاكرة بتاعتك you should also drink a lot of water كمان تلمفروض تشرب مية كتير دي كده كانت اول نصيحة خاصة بيه الاكل you should take a 10 minute break لازم ان تاخد 10 دقايق راحة and do some exercise وكمان تعمل بعض التمارين الرياضية exercise جي معاها do مش make such as walking every hour تمشي تقوم تتماشى كده شوية كل ساعة because this improves your memory لان ده برضو بيطور او بيحسن الزاكرة بتاعتك عايزين ننفذ الحاجات ديت ونشوف هل فعلا يعني بتفيد ولا لا you shouldn't stay up too late at night ودي فعلا مهمة جدا جدا ما تصهرش كتير جدا بالليل if you don't get enough sleep لو انت ما نمتش بالقدر الكافي you won't be able to remember مش هتقدر تفتكر اللي انت ايه all the facts that you have memorized كل الحاجات اللي انت ذاكرتها مش هتقدر انت تفتكرها لو مذاكرها بالليل وانت صهران وقت كبير دي كده النصيحة التالتة think of ways to make your revision interesting يعني فكر في طرق تخلي المذاكرة بتاعتك ديت او المراجعة بتاعتك تكون شيكة وتكون ممتعة if you are learning vocabulary لو انت بتدرس او بتذاكر الكلمات write the words on paper and stick it on the walls يعني اكتب الكلمات بتاعتك على ورق اللي هو الورق الاصفر ده اكتبها على ورقة ولزق الورق ده على الحيطة make lists and diagrams اعمل يعني زي القوائم كده ورسم توضيحي with important information مع او بي المعلومات المهمة كل ما تاخد معلومات مهمة ممكن ان انت تعمل عليها قيمة كده بالمعلومات المهمة او تعمل رسم توضيح حسب الحاجة دي كمان ان انت ممكن ايه and invent dreams ممكن ان انت كمان تقترح او ان انت تلاقي كافية كافية ما بين بعض الكلمات تمام؟ مثلا improvement achievement development كده الحاجات اللي الاخيرها منت مسلا انا احفظها مع بعض وهكذا بقى to help you remember them عشان تساعدك ان انت تفتكرهم finally اخيرا اخر حاجة بقى try not to get too nervous before an exam ما تتوترش دي مهمة جدا جدا ما تتوترش قبل الامتحان you will think more clearly if you are او if you relax هتفكر بشكل احسن بكتير جدا وتتذكر بشكل افضل لو انت ايه لو انت مسترخي مش متوتر دي كده القطعة بتاعتنا دلوقتي احنا خلصنا الجزء الاولاني مش هنحل عليه النهاردة انا هسيبك تحل الجزء ده لوحدك النهاردة ادخل على طول دلوقتي بعد ما نخلص الفيديو تمسك الكتاب بتاعك وتحل كل اسئلة اللي على الجزء الاولاني ده اللي هو الجزء الخاص به الكلمات كمان دلوقتي هناخد الجرامر بعد ما نخلصه هتحل تدريبات الجرامر بالكامل طيب بعد كده كمان هتحل الجنرال اكترسايز بتاع lesson 1 و 2 كل الكلام ده عايزك تعمله قبل الفيديو الجاي قبل ما عاد الفيديو الجاي تعمل كل الحاجات دي علشان خلال اليومين الجايين هتلاقي نزل حل التدريبات دي هنعمل الفيديو بقى في حل التدريبات عشان اي حاجة وقفت قدامك اقدر ان انا اساعدك فيها وكمان تشوف الافكار بتاعة الجرامر والاسئلة بتيجي ازاي ده اللي احنا نستمر عليه ان شاء الله دايما الفيديو هيكون للشرح فقط وهيجي فيديو بعد كده للتدريبات تعالوا ما نشوف دلوقتي عندنا طبعا العنوان زي ما شفتم من شوية كان giving advice اعطاء النصيحة وعندنا 3 حاجات هنتكلم عليهم عندنا الاثبات وعندنا النفي وعندنا الاستفاهم يعني ايه يعني ان انا انصح واحد بالاثبات يعني اقولك انت لازم تذاكر هنا انا قلت جملة مسبطة انت لازم تذاكر او انصحك بالنفي اقولك انت لازم ما تضيعش وقتك ما تضيعش دي فيها ايه فيها نفي طبعا باللغة الشعبي يعني المفروض اللي هنقول بقى بالعربي انت لابد ان لا تضيع الوقت اناش دعوا بالكلام ده احنا ايه نتكلم كده ايه بطريقة سهلة مع بعض النفي اللي هو ايه انت لازم ما تضيعش وقت يبقى قلنا اثبات وقلنا نفي طب اللي استفهام ان انت تسأل حد عن النصيحة بقى فتقول له مثلا هل مفروض علي ان انا اذاكر بجد كده واكتهد ولا المفروض ان انا نلعب فهنا سؤال احنا عايزين نشوف الايه الطرق دي بقى اول طريقة الاثبات سبجكت الفاعل بعد كده شد سبتة مع اي فاعل مفرد جمع ضمير كلمة اي فاعل وبيجي ورا ايه بيجي وراه شد بعد شد بيجي وراه فاعل في المصدر ودي مهم او تعرف بيجي وراه فاعل في المصدر لانه هيجيب لك ايه ممكن يجيب لك فاعل شد وفير بلاس اي نجي هتشالها وتحط فاعل في المصدر فاعل شد ونقط تختار فاعل في المصدر وهكذا زي المثال ده مثلا يو شد جو ناو انت لازم تمشي دلوقتي زباس جوز ان تان مينتس اللي توبيس هيتحرك فيه خلال عشر دقيق ادي هنا فاعل ودي شد ودي الفاعل في المصدر المفروض ان السياح يحطه ايه يحطه كريم لما يكون الجو حر ادي هنا الفاعل مرة جبنا فاعل مفرد مرة فاعل جامع ودي هنا شد برضو في الحالتين ودي فاعل في المصدر ده كده الاسبات تعالوا ما نشوف النفي سابشكت برضو النفي يبقى كل الفكرة هنضيف not هنضيف not بعد should يبقى shouldn't والفاعل في المصدر يبقى ده كل الفكرة ان احنا ايه حطينا بس ال in apostrophe t بس كده مثال you shouldn't watch ادي هنا فاعل shouldn't والفاعل في المصدر وكذلك you shouldn't stay up ادي هنا فاعل should او shouldn't والفاعل في المصدر يبقى مفيش اسهل من كده كل اللي انا عايزك تفتكره كويس قوي ان فيه فاعل هنا في المصدر السؤال بمنطقة البساطة لو انت بقى في فيديو ازاي تكون سؤال بكل الطرق ده فيديو مهم جدا من افضل الفيديوهات اللي عملناها على القناة اللي عايزه ممكن ان هو يكتب في تعليق وحطه له ان شاء الله فيديو حلو جدا وبيعرفك ازاي تعمل سؤال في اي جملة فمثلا في الجملة بتاعتنا بقى دي الجملة بتتكون من ايه فاعل should والفاعل في المصدر كل اللي انت هتعمله تقديم وتأخير حرف الاكس كده ثم جايب ده الاول وجايب ده التاني يبقى should subject وبعد كده الفاعل في المصدر وتكملة الجملة وعلامة التفعيل ده سؤال بايه ده سؤال بهل ده سؤال بهل مثال should you go to the club هل مفروض ان انت ايه تروح النادي ادي هنا should ودي الفاعل ودي الفاعل في المصدر ده طريقة سؤال فيه طريقة تانية للسؤال اللي هي بأداة استفهام نفس دي بالزبط نفس دي كده بزبط بناخدها زي ما وبنزود قبلها بس ايه كلمة استفهام كلمة استفهامية زي where when why who كل الحاجات دي تمام وبعد كده ادي شو ده ايه ودي السبجكت ودي الفاعل في المصدر يبقى دي كده الاساس بتاعتنا لازم ان نكون عارفينه فيه السؤال فمثال بيقول why should you go to the club ليه لازم ان انت تروح ايه الى النادي كده احنا شفنا الموضوع اللي احنا هندخل على دلوقتي شفناه هنشوف بس الكتاب عرضه ازاي علشان نكون يعني شفناه بالتفصيل وبكل حاجة فينا هنا بيقول لنا اعطاء النصيحة عبارة عن سبجكت should والفاعل في المصدر زي ما قلت من شوية بنستخدم should بمعنى يجب للتحدث عن اشياء من الجيد ان انت تفعلها من الجيد ان انت تذاكر من الجيد ان انت تحصل على قدره كافي من النوم وهكذا فهنا بيقول لنا you should have ادي هنا you should والفاعل في المصدر students should ممكن يجيب always قبل study مش مشكلة الكلمات اللي يتعطي التكرار دي ملهاش دعوة انت اللي يهمك اي ادي الفاعله فاعل في المصدر طبعا always بيجي قبل الفاعل فعشان كده موجودة هنا لكن should وراها الفاعل برضه في المصدر عادي كده فجاب لك you should to help هل should بيجي وراها to والمصدر اكيد ايه اكيد لا بيجي وراها ايه اكيد انتوا عارفين بقى واستنى انتوا تقولوا لي subject shouldn't والفاعل في المصدر هنا للنفي لو عايز اقول له ايه ما تضيعش وقتك انت لازم ما تضيعش وقتك فهنا بعمل او نستخدم should زائد not بمعنى لا يجب للتحدث عن اشياء ليس من الجاية ان نفعلها he shouldn't speak Arabic you shouldn't watch television ادي هنا فاعل فاعل shouldn't shouldn't فاعل في المصدر هنا جايب لك ايه خلي بالك دي طريقة تانية من السؤال احنا قلنا فكرة بتاعت ان يجيب لك فاعل مش في المصدر فانت تشيله وتحط فاعل في المصدر طريقة تانية من السؤال ان يجيب لك حاجة مثلا كويسة زي eat healthy food ان انت تاكل طعام صحي هل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة طبعا حاجة كويسة يبقى should ولا shouldn't طبعا should يبقى هنا هنشيل shouldn't ونحط بدلها should او يقول لك مثلا you not smoke smoke اللي هي معناها تدخن smoke ده verb متصرف في المصدر يعني الجملة صحيحة هل should ولا shouldn't اللي اتنين ينفعوا لكن هل التدخين شيء كويس ولا شيء وحش طبعا شيء وحش عشان كده هحط ايه هحط shouldn't تمام دي من الافكار اللي ممكن تجيلنا وهتشوفوها عندكم في الكتاب زي ما انت شايف كده نستخدم should shouldn't مع اي فاعل جمع مفرد ملناش دعوة زي ما انا قلتلكم ادي هنا مفرد اهو ودي هنا جمع نيجي لسة تؤال بنعمل ايه الاكس فاكرين الاكس هي بيتعاملة كده ادي الشود بقيت الاول وبعد كده الفاعل should i write should Sarah get الاجابة بتكون يا اما yes الفاعل should اما yes الفاعل should يا اما no الفاعل shouldn't تمام طيب هنا should i طبعا i دي بتتغير وبتبقى you لما بقولك هل انا يجب ان انا اكتب اسمي على الورقة بتاعتي فاقولك ايوة انت يجب انت مش انا او لا انت لا يجب لا يجب ان انت تعمل هنا سارة المرة دي مش هنغير بقى للضمير ليه لان سارة شد سارة هل سارة جيت اب ايرلي هل سارة صحية بدري فاقول ايه او هل سارة مفروض تصحى بدري فاقول ايوة هي مفروض او لا هي مش المفروض تمام سؤال بهل لو لا عندنا جملة ايه بيقول لنا should مريم فلت ادي هنا مثال على الجملة دي هل should ادي شو ده هي وادي الفاعل هل ده فاعل في المصدر هل انتوا شايفين ده فاعل في المصدر اكيد لا عشان كده هنشيل ده ونحط ايه فاعل في المصدر الفاعل بتاعه اللي هو بدل فاعل المصدر هيكون فيه الفايل اللي كان من الحاجات اللي قلت لكم لازم انتوا تحفظ طبعا الجملة التانية نفس التركيبة هي زي ما قلتها من شوية وفي الاول بس بيكون فيه اداية استفاهم زي وين وزي وات بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا فيديو بسيط جدا اتمنى يكون عجبكم وتمنى يكون سهل عليكم دلوقتي طالب منكم حاجة لازم تعملها النهاردة لازم تذكر الفيديو كويس جدا 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 لو انت في حاجة سقتت منك يا ريت ترجع تعيدها مرة تانية بعد كده تمسك الكتاب بتاعك تفتح كده وتشوف تقرأ الحاجات بعينك مرة كمان تحفظ الكلمات طبعا تبدأ تحل الاسئلة اللي على الجزء ده بالكامل احنا كده خلصنا لسن وان وطو بالكامل حل الحد لجنر اكسرسايز حل لجنر اكسرسايز كمان لو تكون مستعد للسن سريو فور الكلام ده يتم امتى يتم قبل يوم اللاربعة عشان خلال الايام ديت هنزل الفيديو بتاع التدريبات فتقدر ان انت تشوفه وتشوف اجابتك صحة ولا غلط وتشوف الافكار بتاعة الجرامر بالكامل كده خلصنا الفيديو بتاعنا اشوفكم على خير ياريت لو عجبك الفيديو ياريت تسيب لنا لايك عشان يوصل لكل الناس وياريت تعمل شير للفيديو على الجروبات عشان برضو نوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة ولو لسه مش مشترك معنا في القناة ياريت تشترك معنا عشان القناة تكبر وعشان انت كمان يوصلك كل الدروس اللي بنزلها احنا بنزل انجليزي ودراسات وعلوم تقدر تلاقي كل الحاجات دي ببساطة جدا ان انت تلاقي الوصف هيكون فيه لينك فيه الوصف فيه كل المرهج بتاعك سواء فيه اي لغة او اي مادة من التلات مواد نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة